هذا هو درس الثالث بعنوان الوقت لأقرب ربع ساعة وفيه رح نتعرف على الساعة اللي درسناها بالفصل الدرس الماضي وحكينا فيها عن الخمسات رح ندرس اليوم عن الربع ساعة اللي هي خمسة عشر دقيقة أهلا وسهلا فيكم طلابنا طلاب الصف الثاني في مادة الرياضيات المادة عندنا كتير ممتعة وسهلة وحلوة وبتفيدكم في حياتكم هلا زي ما انتم شايفين هاي الساعة اللي بتشبه هاي الساعة رح نتحدث اليوم على كيف بدنا نعمل ربع ساعة كيف نعمل ربع ساعة الربع ساعة بدنا نحفظها يا ثاني هي عبارة عن ثلاث خمسات إذن مرة أخرى ربع ساعة كم خمسة فيها؟ ثلاث خمسات كيف يعني؟ هون خمسة أخي يعني خمسة وهون عشرة وهون خمسة عشر دقيقة إذن عندنا خمسة عشرة دقيقة اذا هذا درسنا لليوم رح نحكي فيه عن الربع ساعة كاتبيننا هون ان الربع ساعة عبارة عن خمسة عشرة دقيقة يعني يا شهن اذا قلتلك الساعة ثنتين وربع كيف تتكون وين يكون العقرب الصغير عند الثنتين والكبير لا وربع مش نصف عند الثلاث دايما الربع عند الثلاث ليه عنده خمسة يعني خمسة عشرة خمسة عشرة خمسة عشرة خمسة عشرة ممتاز اذا قلتلك الساعة ستة وربع كيف يعني الصغيرة عنده ستة ونصف لا وربع اه وربع والكبير العقرب الكبير عند الثلاث طيب احنا رح نحكي عن الاربع يعني تفرج معي زي قطعت البيتزا الساعة هيك وهيك قسموها اربع اقسام ممتاز اربع اقسام اه زي هيك هلأ هذا القسم الاول اسم الربع الاول الربع الثاني من الثلاثة للستة هذا كله زي قطعة البيتزا يعني زي يعني زي كأنه زي المصارك كمان يعني خلي المصارك بعدين محكي عنها اذا من الثلاثة للستة هي الربع الثاني الربع ثالث من الستة للتسعة هذا�� ربع الثالث قطعة اخيرة تكون enormously اذا تسعة ال rotating شهذا الربع الاخير يعني يا ثاني اذا قلتلك الساعة第二 يعنيง ونص كأرباع بحط الثلاثة وين العقرب الصغير عند ثلاث ونص والنص عند الستة هذا الربع الأول وهذا الربع الثاني إذا قلت لك الساعة أربعة إلا ربع أربعة نحط عند الصغيرة عند الأربعة والكبيرة إلا هون إلا هيجها كلها تأسمها إلا ما عدا هون طيب إلا ربع هذا ربع وهذا ربع وهذا الأخير الثالث اسمه ربع إلا ربع المقصود فيها خمس وأربعين دقيقة يعني إلا بس مش أو هذا النص أو النص أو وهذا النص إلا خلينا نشوف الأمثل الموجودة عندنا بالكتاب بعد ما تعرفنا هنا على الساعة نفسها هلأ مثلا هذا بلش هون أول واحدة هاي السهلة اللي حكيناها ساعة أربعة الساعة أربعة وخمسة عشر دقيقة من عد خمسات خمسة عشرة خمسة عشرة خمسة عشرة طيب الشكل الثاني برضو من عد خمسات أربعة وثلاثين أربعة وكم وثلاثين إذا رح نمشي كمان خمسات رح نمشي كمان خمسات طيب إذا هون هذا الربع الأول يا بتعدوا خمسات هيك لتوصلوا لعند الثلاثين بس هنا هذا ربع وهذا ربع يعني عشان هيكم خطغين بالأحمر طيب نشوف الشكل الثالث وشان إحنا عارفين نص وين الشكل الثالث أربعة وخمسة واربعين يعني برضو امشيت خمسات أربعة إلا إلا ربع نفسها الخمسة واربعين دقيقة بتعدوا خمسات لنوصل لعند الخمسة واربعين ومنكتب أربعة وخمسة واربعين بس شوفوا كم ربعنا ربع ربعين ثلاثة أربع إذن الساعة الرابعة وخمسة واربعين دقيقة أو الساعة مسمية الخامسة إلا ربع طيب إلا ربع هنا الساعة أربعة ونصف أو الساعة الرابعة الساعة الرابعة وثلث دقيقة أو الساعة الرابعة والنصف ممتاز الساعة الرابعة وخمسة عشر دقيقة أو الساعة الرابعة والرب ممتاز يلا اقرأ الوقت بطريقتين سمكتوبه في الساعة الرقمية نبلش في دولة الساعة ثمانية وربعة خمسة عشر اللي بعديها هون الساعة سبعة ونص طيب هون الساعة وحدة ومش ربع هلا هون ثلاثين وثلث لا سننا شوي ثلاثين عيد كمان كمل هنا خمسة خمسة وثلاثين أربعين خمسة أربعين ممتاز إذا نكتب خمسة أربعين إلي هي نفسها ربع ثنتين إلا ربع طيب ممتاز أسمع عقرب الدقائق بحسب الوقت المعطى في الساعة الرقمية يلا أربعة عندك وربع هاي ساعة أربع موجودة الأقرب الصغير أربعة وربع كبير عفا نعم هون الساعة داعش ونص طيب هون ساعة ستة وخمسة أربعين يعني إلا إلا ربع أحسن ستة يعني سبعة إلا ربع أيوة مش ستة إلا ربع سبعة إلا ربع كم ربع ساعة في الساعة كاملة نتفرج لي على الساعة اللي إلا ستة كيف ستة هاي ستة إلا ربع لا ركز ركز هاي الساعة كاملة هايها هاي ساعة كاملة مشيت من الهداعيش مثلا للوحدة هاي الساعة كاملة كم ربع فيها ما احنا تخيلنا هزي قطعة البيتزا مو كم ربع إحنا قسمناها قطعة البيتزل النص وإنت أقسم عندك النص الثاني ها هيك طلع عليها كم ربع عندك أربعة 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 واحد نين تلاتة أربعة إذن كم ربع في الربع ساعة كاملتان أربعة أربعة رح نكتب إذن هون أربعة أربعة ممتاز طيب ننتقل الآن إلى كتاب التمارين طيب ننتقل إلى كتاب التمارين ونفتح مع بعض صفحة 35 بقول لنا السؤال الأول أرسم عقربي الساعة بحسب الوقت المعطى طيب الساعة الأولى كم ساعة تسعة وربع يلا العقرب الصغير بدي يكون عند تسعة والعقرب الكبير واندي يكون عند التلات صح وهون الساعة العاشرة وطلب منا نص دائما نحاول العشرة لما تكون عشرة ونص دخليها بالنص بين العشرة والهدعش أوكي يعني هاي منشي بس كبيرة 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 آه أوكي لأ صغيرة عشرة بين العشرة وبين الهدعش يعني عشرة ونص طيب ننتقل للي بعدها شو طالب منا نقرأ الساعة السادسة لساعة ستة إلا ربع يعني ساعة سبعة انتبه ساعة ستة آه أوكي ساعة ستة إلا ربع إلا صح صح شغلك بس إلا ربع يعني واندي حطها مش واربع ساعة ستة على الصغيرة قريبة لا مش سبعة هي قريبة عشان تصير سبعة لا هي قريبة تصير ستة ساعة ستة إلا ربع إلا ربعين لسه ما صارت ستة يعرفت علي يعني بعدها ستة بدها تصير ستة يعني عندي ستة بدها تكون وإلا ربع وإننا نحطها عند التسعة برافو طيب السؤالي بعد يقول إنه 11 وربع يلا الحادية عشر وربع هون 11 حط الصغيرة عند الـ 11 وين الكبيرة بدها تكون مدامها ربع عند ال وين عند الثلاثة صح وربع طيب الساعة الثالثة والنصف وين تتكون ثلاثة ونصد تكون ما بين الثلاثة وما بين الأربعة طيب زبتها شوية صغيرة الأفضل إنها تكون ما بين الثلاثة وما بين الأربعة أوكي هيك صغيرة بتكون طيب اللي بعديها ساعة ثانية إلا ربع يعني لسه ما صارت تنتين بدها تصير تنتين أيوة إلا إلا ربع على التسعة طيب ننتقل اللي بعديه بقول لنا بدأت سامية الجري أدي الساعة السابعة الساعة السابعة واستمرت بالجري مدى 45 دقيقة أرسم على الساعة المجاورة عقربي الساعة للدلالة على الوقت الذي أنهت فيه أسامية الجري يعني هسابي بلشت على الساعة السابعة طيب هون والله ظلت بالجري 45 45 دقيقة 7 هلا امشي 45 دقيقة إنه عند مع بعض 400 يعني إلا إلا ربع ظلت تمشي لعند ما صار العقرب الكبير عند التسعة يعني هيك صارت صارت ثمانية إلا ربع صح؟ ظل يمشي 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 إذا المشي هيك 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 وصل لهون. فصارت ثمانية إلا ربع. تمام? إذن هاي الوقت الجديد اللي صار اللي خلصت فيه. طيب آخر إشي. بدأت على قراءة الصبحات من القرآن من القرآن الكريم الساعة الخامسة والربع وأنهت قراءتها الساعة السادسة إلى ربع طيب شوي؟ يعني بلشت تقرأ القرآن الساعة خمسة وربع يعني خمسة وربع وخلصت الساعة ستة إلى ربع. خلينا هون نعيرها. بلشت خمسة وربع هون الديه ظلت تمشتغل لحديث الساعة ستة إلى ربع يعني ظلت تمشي لعندي ستة إلى ربع. يلا نعد خمسة عشرة خمستاش عشرين خمسة وعشرين ثلاثين دقيقة إذن كم استمرت؟ ثلاثين دقيقة طيب إذن هيك يا حلوين نحن خلصنا درسنا رقم ثلاث ورح نشوفكم إن شاء الله في درس جديد كثير حلو ممتع وغريب شوي ومفيد رح نحكي فيه عن الدينار شكرا لكم يا حلوين وإلى اللقاء باش تقرأت حتى أقول لك باي ترجمة نانسي قنقر